دون جمهور استقبلت مولودية الجزائر دفاعت جنانت وعينها المواصلة في ديناميكية النتائج الإيجابية الضيف دفاعت جنانت قدم العاصمة من أجل نتيجة إيجابية فكان المبادر وأول المحاولات جاءت عن طريق الطيب الذي منح كرة على طبق لعطوش المنفرد بالحارس لكن هذا الأخير يهضر فرصة فتح باب التسجيل حدث ذلك بعد مضي 18 دقيقة لعب كرة حركت عناصر المولودية فردت بقوة في الدقيقة السابعة والعشرين حين تمكن سويبع من بلوغ شباك الحارس مقرنة بعد كرة ثلاثية متقنة بين بنعالجية وحدوش وسويبع والملودية تنهي المرحلة الأولى بالتفوق مع بداية المرحلة الثانية بحث أشبال عمروش عن فرض سيطرتهم وتسجيل هدف الأمان لكن سويبع لم يستغل جيدا فتحة بنعالجية عماشي حاول الرد من جهة المقابلة لكن تزديدة البديل آدم إزغوتي لم تكن متقنة حشود عبد الرحمن حاول عن طريق الكرة التابتة لكن كرته تجد مقرنة في التصدي محاولات الدفاع تواصلت بغية تعديل النتيجة لكن في كل مرة نقص التركيز والتوفيق غاب عكس الملودية التي تمكنت من مضاعفة النتيجة هذه المرة بفضل حدوش زكريا في الدقيقة الواحدة والستين هدفان لصفر نتيجة كان لها الوقع السلبي على تشكيلة اليمين بغرارة التي لم تستطع مجارات رتم الملودية لتهزى شباكها مرة ثالثة حدث ذلك في دقيقة السبعين عن طريق عبد الرحمن بورديم هدف التقليص لدفاع تجنان جاء قبل خمس دقائق عن نهاية الموجهة إثر كرة تابتة نفذها دمان حمزة ووجه بإحكام البديل ساي أنور مرة أخرى دمان حاولوا بطريقة ذاتها لكن هذه المرة كرته جنبت القائم الأيصر للحارس شعال وقبل دقيقة عن انتهاء الوقت الرسمي للمباراة سويبع يعود مرة أخرى ويزيد من متاعب دفاع تجنان بإمضائه للهدف الرابع للملودية التي أنها تلقى بأربعة أهدف لواحد والعلمة الكاملة للحكم بن برهم وطاقمه على الأداء المميز في هذه المواجهة